قل لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا ابدا وشو ده الاسوة القدوة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولذلك فيه احيانا وسائل اعلام من حيث لا تدري او من حيث تدري تحدث انفصاما عند كثير من ابنائنا يجلس والدي والدك ليرى ممثلا من الممثلين في فيلم من الافلام يتلفظ بالفاظ بشع جدا يعني قد تسمع طفلا من اطفالك اقول كلمات بذيئة جدا يا ولد من اين لك هذا مش ممكن يكون سمع الكلمة دي في البيت رجل رجل فاضل والسبت سبت فاضلة طاهرة عفيفة الولد بيتلفظ بالفاظ خطيرة هو لا يدرك معناها ومغزاها من اين يقول في الفيلم الفلاني ليه في المسلسل الفلاني ليه ثم بعد ذلك يأتي هذا الممثل نفسه ليقوم بدور اخر متدين في مسلسل من المسلسلات الدينية الله فيوم الولد يسأل مش هو ده نفس الممثل يا بابا اللي كان بيقول كذا في الفيلم الفلاني ايوه يحدث عند الولد انفصام في الشخصية انفصام ويحدث عنده استواء للرذيلة مع الفضيلة ما هو ده اللي كان بيقول كذا هو الان اللي بيقول كذا هو اللي بيفعل كذا لا ما يليق هذا ما يليق فاسوتنا رسول الله اسمع يقول عبدالله عمر والحديث الصحيحي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا يعني لا طبعا ولا كسبة لا طبعا لم يطبع المصطفى على ذلك ولم يفعل النبي ذلك من باب التكسب من باب انه خلق طرأ علي حاشا وكلة لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من احاسنكم ان من احاسنكم ان من اقربكم احاسنكم اخلاقة ان من اقربكم الي احاسنكم اخلاقة وفي لفظ ان من افضلكم احاسنكم اخلاقة لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفاحشا أنا عاوز حضرتك تتصور في مواقف حارجة جدا قد يتعرض فيها المصطفى نفسه للحرج ومع ذلك عاوزك تعيش بس الموضوع عاوز حلقة أو حلقتين أو ثلاث حلقات يعني أو ثلاث حلقات موضوع جليل مواقف قد يتعرض فيها النبي للحرج ومع ذلك لا يخرج العيب أبدا ولا يخرج الفحش أبدا ولا يفعل الفحش أبدا عليه الصلاة والسلام نبدأ من بيته نبدأ من بيته عليه الصلاة والسلام بسرعة كده بسرعة سيدة عائشة تفقت مع سيدة حفصة ردوان الله عليها على النبي عليه الصلاة والسلام يا الله ليه دبت الغيرة في قلب عائشة وحفصة النبي بيدخل عند زينب بانتجاه ردوان الله عليها فيطيل المكث عند زينب فدبت الغيرة في قلب عائشة وحفصة فاتفقت على رسول الله إذا خرج من عند عائشة ان تقول حفصة له كلمة ترددها عائشة كلمة شديدة جدا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند زينب ودخل على حفصة فابتعدت عنه ايه خير في ايه قالت اني اجد منك رائحة مغافير ياه يعني ايه يعني اشم منك رائحة ليست طيبة تبوي ده ينفع والله ما ينفع ابدا اني اشم منك رائحة مغافير يعني اشم منك رائحة ليست طيبة ده كان عرق النبي اخواننا عليه الصلاة والسلام كان عرقه اطيب من الطيب كان عرقه اطيب من الطيب واسمع معركة طاحنة في قضية النخامة نخامة النبي عليه الصلاة والسلام يعني وهذا يقول هذا لا هذا ليس من الذوق وليس من اخلاق النبي يا جماعة الحديث في مخاري ومسلم وينبغي ان نستوعب هذا المعنى نستوعب الحديث قضية لا ينبغي ان نحكم العقل في صحيح النقل لا ينبغي ان نحكم العقل في صحيح النقل الحديث النبي عصام تنخم ويقول الحديث وما تنخم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم أي من أصحابه فدلك بها وجهه وجلده الموقف أن الصحابة أرادوا أن يبينوا لعروة بن مسعود الثقافي الذي قال لئن جد الجد لا فر عنك هؤلاء أرادوا أن يبينوا له أنهم لم يفرطوا في رسول الله ولم يفروا من حوله ولو فقدوا أرواحهم ثم يا أخي عرق النبي ليس كعرقي وليس كعرقك فما ظنك بما يخرج من فمه وبريقه صلى الله عليه وسلم الأمر مختلف يا جماعة الأمر مختلف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصيات ثابتة بالدليل الصحيح ثم أنا لا أريد أن أعكر هذا الصف وأقول أنتم ترون الآن في عصر الفضائيات وعصر الإنترنت وعصر الظرة أن الرجل قد يلعق بلسانه أنجس مكان في عشيقتي في الحراب يعني مش عاوزين نعكر صف هذا الكلام الجميل وهذه الحلقة ونحن نتحدث عن رسول الله فأنا أقول عرق رسولي أطيب من الطيب ولو عاوز أدلة عندنا أدلة كثيرة جدا فيش كلام بدون دليل عرق المصطفى أطيب من الطيب صلى الله عليه وسلم آنس ردوان الله عليه والحديث الصحيحي يقول خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي أفن قط وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء انتركته لما تركته يقول وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله ولا شممت مسكا ولا عنضرة أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أم سلين نام النبي صلى الله عليه وسلم عندها يوما في وقت القيلولة بلغتنا في وقت الأيال يعني بلهجتنا فعرق رسول الله فجاءت أم سلين بقرورة بزجاجة وجعلت تسلط فيها عرق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ وهي تصنع ذلك قال ما تصنعين يا أم سلين قالت عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد يا إخوة يدخل على حفصة ابتعد تقول إني أجد منك رائحة مغافر مغافر نبتة كانت بتموت في أرض الجزيرة رائحتها ليست طيبة يقول والله ما أكلت شيئا شوف الجواب الجميل والله ما أكلت شيئا والله ما أكلت إلا العسل عند زينب يخرج يدخل على السيد عيشة ابتعد تقول إني أجد منك رائحة مغافر يقول والله ما أكلت شيئا والله ما أكلت إلا العسل عند زينب والله لا أكل العسل بعد اليوم مش هتمشي حفصة ابدا ما سبش عائشة ابدا ابدا تصور لو ان الزوجة قالت لك رحتك مش كويسة ودي حقيقة قد تكون حقيقة يعني قد يكون الانسان راجع من العمل العرق عنده متغير اي صورة من الصور والزوجة تقول هذا وهذا حق كيف يكون رد الفعل كيف يكون الجواب لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام والله ما اكلت شيء والله ما اكلت الا العسل عنده والله لا اكل العسل بعد اليوم معقول يحرم على نفسه ما احل الله من اجل ان يرضي حفصة من اجل ان يرضي عائشة هذا هو خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا يعني موقف قد يسبب الانسان حرجا ومع ذلك يرد النبي بهذا الادب العالي وبهذا الخلق الجميل سيد عائشة تزعل من النبي عليه الصلاة شوية وكان النبي بيوت النبي عليه الصلاة يعني يحدث فيها ايضا مثل هذا لا حرج على الاطلاق فبيقول لها طب ترضي يعني من يحكم بيننا اتقبلين أن يحكم بيننا ابو بكر قالت رضيت فاستدعى النبي ابو بكر رضي الله عنه ليحكم بينه وبين عائشة صلى الله عليه وسلم فبيقول لها ايه تكلمي انت او اتكلم انا يعني اه رائك انت اللي تبدأت عرض المشكلة ولا عرضها فقالت عائشة تكلم انت ولا تقول الا حق يا الله تكلم أنت ولا تقول إلا حق أهلا وقالت زوجها الآن في حضرة أبيها عن زوجها هذه الكلمة ماذا فعل عليه الصلاة والسلام صدق ما استحملش قام على عائشة فلطمها على وجهها لطمتا أدمتها يعني نزل الدم آمت عائشة تختفي وتستخب خلف النبي تحتمي بظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام طب النبي بقى ما قالش هذه كذا وكذا أنا لا أريد أن أتلفظ بألفاظ نرددها الآن لأن هذا يتناقض مع ما أؤصله الآن أسأل الله نرزقناكم الخلق والأدب السيدة عائشة قامت تحتمي بظهر رسول الله من أبي بكر يوم النبي يرد على الصديق رضي الله عنه وقال له ما لهذا دعوناك يا أبا بكر بس كذا ما لهذا دعوناك ما أسائل عائشة ولا بكلمة واحدة ولا بكلمة واحدة هذا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام والحقيقة الموقف كثيرة جدا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشة لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشة والله حتى ثبت في صحيح مسلم في صحيح مسلم قيل له يا رسول الله ادعو الله على المشركين على المشركين فقال بأبي وأمي وروحي إني لم أبعث لعانا وإنما بعث رحمة أوهل لو عرف الفاتيكان ولو عرفت الدنمرک ولو عرفت أوروبا ولو عرفت أمريكا هذه المعاني الرقراقة الجميلة ادعو الله على المشركين قال اني لم ابعث لعانة وانما بعثت رحمة سيد ايشة تقول له هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبة اذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال من اشراف اهل الطائف لما لمجبني الى ما اردت عدت وانا مهموم على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن الثاني